السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعليم ابتدائي الرائد كيف انتوما كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير والاخير اذا يوم جديد ودرس جديد نتميم درستينا نتميم دعم وتثبيت او لتقويم تعلمات ودعمها وتوليفها اذا نأخذ الجيد في الرياضيات صفحة رقم 103 بالنسبة المستوى الثاني ابتدائي اذا نبغي نقول ان الناس اللي يتابعوني على الفيسبوك مرحبا بكم كذلك سنجد رابط جاد صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف مرحبا بكم سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك الاهم هو انه يكبر عدد المتتبعين دينا ان شاء الله ويستفد معنا اكبر عدد دي التلاميذ والتلميذات ويستفدوا من الدروس كلها كذلك حتى هم يتحصل لهم المستوى دي لهم لما لا اذا كيف نبغي 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 وحتى الناس الاخرين نتمنى ان الكل يستفد من القناة والكل يستفد من الدروس هذا هو الاساس جيد جيدا اذا كنبغي نشوف كذلك بزاف جيل تفاعل داخل القناة هلا غتيزيز يفرحني ويحفزني اكيد ويشجعني على ان نستمر معكم في الدروس جيد جيدا اذا نتميم تقويم اثري الدعم لاحظوا معي اصل كل مجسم باثري لاحظوا معي عندي مثلا بحال شكل ضل ديالو لاحظوا معي هذا المجسم عبارة عن ماذا؟ ما اسمه؟ اسمه ماذا؟ اسطوانة اذا ها هو ذا اثره لاحظوا معي هذا عبارة عن مكعب وهذا عبارة عن مستطين جيد نتميم التمرين رقم 9 ولاحظوا ارسموا العقربين لاحظوا معي عندي هنا ساعة عقربية وعندي هنا ساعة رقمية اذا لاحظوا معي اولا ساعة العقربية فيها جوجة العقارب عقرب كبير واخر صغير اذا لاحظوا معي العقرب الصغير يشير الى العاشرة والربع اي العاشرة وخمسة عشر دقيقة الساعة الاخرى عبارة عن 9 وخمسة دقائق التاسعة وخمسة دقائق مفهوم؟ قلنا ان هنا الساعة عبارة عن ماذا؟ الساعة الرقمية يشير الى 12 وخمسة واربعون دقيقة اي الواحدة وخمسة واربعون دقيقة اي الواحدة وخمسة واربعون دقيقة جيد جدا لاحظوا معي الساعة الرقمية تشير الى الثامنة وثلاثون دقيقة اي الثامنة وثلاثون دقيقة الثامنة وثلاثون دقيقة جيد جدا اذا الثامنة والنصف جيد نتمنى رقم عشرة لاحظوا معي اكتب الوحدة المناسبة لتر سنتي لتر اذا مكان النقاط لاحظوا معي عندي مثلا هاد السطل هادا كبير جدا واش غادي تكون فيه سنتي لتر اكيد لا غادي تكون فيه لتر اذا عشرة لتر كذلك هاد تنجرة الضغط اذا الوحدة المناسبة لها هي خمسة لتر كذلك بنسبة الكأس عشرة سنتي لتر بنسبة قرورة الماء المعدني فواحد لتر وليس سنتي لتر مفهوم؟ اذا دائما الوحدة سنتي لتر بالنسبة الاشياء اللي يكون الحجم ديالها كبير بالنسبة الاشكال اللي يكون الحجم ديالها صغير جدا كتكون فيها سنتي لتر عموما جيد اكمل الرصيف لاحظوا معي هنا عندي واحد الرصيف فيه عبارة عن يعني مو درجة في الاتجاه وفي الاتجاه الاخر عندي هنا خانات اخرى ملونة باللول الاخضر اذا غادي نحاول انني نحسب مثلا عندي واحد جوج ثلاثة وهناك يجي لون اخضر غادي نبقى دائما غادي نبقى بنفس الحساب واحد جوج ثلاثة لون اخضر واحد جوج ثلاثة لون اخضر واحد جوج ثلاثة لون اخضر وانا غادي احتركم لشكل كامل مفهوم؟ جيد جدا اذا نتمم دعم مركز واغناء جيد اذا غادي نحاول انني كذلك نوضح لكم صورة ما امكن رحضوا معي التمرين رقم اتنى عشر الاحظ و اكمل تمانمائة واربعة وستون تساوي ماذا؟ تمانية في مائة تمانية في مائة زائد تمانية في مائة تساوي تمانمائة ستة في عشرة تساوي ستون زائد أربعة والخارج هو تمانمائة وأربعة وستون جيد لحضوا معي الشكل العدد الآخر 542 500 في 100 تساوي 5 في 100 تساوي 500 جيد 3 في 10 تساوي 30 زائد 2 تساوي 532 جيد جدا 999 9 في 100 تساوي 900 زائد 9 في 10 تساوي 90 زائد 9 تساوي 999 507 تساوي 5 في 100 تساوي 500 0 في 10 تساوي 0 زائد 7 تساوي 507 جيد جدا إذا كنتمنى أن جميع التلاميذ المتبعين معي أحسب وأقارن لاحظوا معي عندي 2 في 3 كم تساوي تساوي 6 في 4 هنكتب هنا 4 إذن 6 في 4 تساوي 24 مفهوم؟ إذن 2 في 3 في 4 تساوي كذلك 24 لاحظوا معي الاتجار الاتجار أخر عندي 2 في 3 في 4 كم تساوي 12 وهنا عندي 2 2 في 12 تساوي 24 إذن 3 في 4 في 2 تساوي كذلك 24 إذن العمليتان بجوج متساويتان فهما متساويتان جيد جدا التمرين رقم 14 إذن لاحظوا معي جيد إذن اشترى أحمد 7 مدلاجات من الزيت بسعة 5 لتر أربع مدلاجات بسعة 1 لتر ولاحظوا أحسب كمية الزيت التي اشتراها بالليتر ثمان شراء الزيت بالدرهم إذن لاحظوا معي قالوا لنا في المعطيات أن أحمد اشترى 7 ديال هذه المدلاجات من الزيت بسعة 5 لتر إذن اشترى 5 لتر اشترى منهم 7 يعني هذا 7 ديال المرات يعني 5 في 7 مفهوم وكذلك أربعة من هذو اللي فيهم واحد لتر إذن أربعة في واحد إذن 7 في 5 زائد أربعة في واحد تساوي 7 في 5 تساوي 35 وأربعة في واحد تساوي أربعة وخمسة وتلاتون زائد أربعة تساوي 39 لتر مفهوم إذن هذه هي كمية الزيت التي اشتراها إحمد هي كمية الزيت التي اشتراها أحمد سنحسب 8 شراء الزيت بالدرهم إذن بنسبة للدرهم سنقوم 60 في 7 يعني إذا نشترا 7 ديال المدلاج ديال الزيت يعني 60 في 7 زائد 12 في ماذا في 4 لأنه أشراء 4 ديال المدلاج من فئة 1 لتر إذن 60 في 7 تساوي 420 هذه القطعة هذه لأن المحددة نغم المو هذا هو القطعة تبدأ من هنا وكتنتهي هنا كذلك هذه القطعة الأخرى قمت بإكمال الرسم وقمت بالتلوين بنفس اللون الذي لدي في الشكل الأول مفهوم إذن أتمنى أنكم تقوموا بمراجعة الدروس جيدا نحن إن شاء الله مطالبين بالفرد إن شاء الله سنرى جمعة من نماجيش الفروض قريبا على القناة أتمنى أنكم تبقوا معي ومتابعين معي الدروس كل يوم تحاولوا تشوفوا الدروس اللي كان حط لكم كذلك تشوفوا الفروض وتحاولوا كذلك تقوموا بالإنجاز داخل البيت أتمنى لكم ورقكم التوفيق نطلقوا إن شاء الله في الدرس قديم وإلى اللقاء